والحقيقة يمكن المهم جدا ان احنا من خلال هذه الاتفاقيات لان حضراتكم اكيد تابعتوا جزء كبير جدا منها او كلها تقريبا المجموعة الاولى اللي وقعناها كعقود نهائية في منطقة قناة سويس والمنطقة الاقتصادية لقناة سويس ومرة اخرى بنذكر حضراتكم وكلنا نتذكر دايما كان حلمنا ان منطقة قناة سويس دي تبقى منطقة صناعية واقتصادية كبيرة مش فقط ان قناة سويس مجرد ممر للسفن ولكن يبقى على جانبيها يتم توطين صناعات متقدمة وخدمات لوجستية والحمد لله ده بيتحقق من كل يوم بنشهة توقيع عقود واتفاقيات وتوطيل لصناعات متقدمة في منطقة قناة سويس انتقل للملف الاقتصادي واعتقد يعني هذا الاسبوع ايضا شاهد الفترة اللي فاتت شاهدت مؤشرات ايجابية جيدة جدا يمكن اول مؤشر هو مؤشر مدير المشتريات ويمكن هذا المؤشر بتخرجه مؤسسة ستاندرد اند بورز العالمية والاول مرة هذا الشهر الحمد لله مصر الاول مرة بعد اربع سنوات من نوفمبر 2020 بيتجاوز هذا المؤشر الخمسين نقطة احنا حققنا خمسين واربعة من عشر نقطة وده معناها رسالة ايجابية ان الاقتصاد المصري يعني الحمد لله من واقع توقعات القطاع الخاص لان هذا المؤشر بيبقى بناء على رأي شركات القطاع الخاص بتقول ان لقى الاجراءات موجودة والمستقبل ان شاء الله للاقتصاد المصري جيد واحنا ان شاء الله حرصين من خلال كل التيسيرات اللي احنا بنعلنها وحنعلنها النهاردة على ان احنا نستمر هذا الانتباع الايجابي والرؤية الايجابية عن مصاري الاقتصاد المصري في خلال هذا الشهد ايضا الحقيقة البنك المركزي اعلن عن زيادة الاحتياط الاجنبي النقد الاجنبي زاد الارصدة بتاعة البنوك المصرية في الخارج ايضا زادت وكل دي الحمد لله مؤشرات ايجابية بتؤكد على ان الاقتصاد المصري قادر على الصمود والاستمرار بالرغم من كل التحديات الكبيرة جدا اللي احنا بنواجهها في هذا الشأن وعايز اقول لحضراتكم يعني اللي احنا استمعناه في القمة المنتدى الصين الافريقي من كل رؤساء الدول الافريقية ان حجم التحدي رهيب على مستوى كل الدول بلا استثناء يعني ما فيش رئيس دولة وقف وتكلم او رئيس حكومة الا وتكلم على التحديات الهائلة اللي بتواجهها دولته في ظل الظروف اللي موجودة النهاردة العالم بيواجهها فهي ظاهرة موجودة على مستوى العالم كله وطبعا بتختلف حدتها من دولة الى اخرى تبقى لحجم الدولة وقدراتها ولكن هو واضح هذا المعاناة وهذه المعاناة موجودة على مستوى العالم ولكن بالرغم من ده كله انا بطمن حضراتكم ان احنا كدولة مصرية الحمد لله الاقتصاد المصري قادر على الثمود والاستمرار في تلبية احتياجات الدولة في هذا الشأن والحقيقة ايضا انعكس هذا الموضوع وواضح ان الحمد لله ايضا زيادة تحويلات المصريين من الخارج الشهر اللي فات والامور كلها فيما يخص موارد العملة الاجنبية الحمد لله ماشية بالصورة الجيدة تحليلنا للتقرير اللي اصدره صندوق النقد الدولي عن المراجعة التالتة في العديد من الايجابيات بيؤكد على ان الحكومة المصرية جد جدا في تنفيذ برنامج ترشيد الانفاق والسيطرة على التضخم وان التضخم ماشي في المصاري النزولي احنا كنا متوقعين وطبعا حضراتكم شفتوا من يومين طلع ان التضخم ده كان معلن ان حصلت زيادة حوالي نصف في المية وده كان متوقع نتيجة لزيادة المحروقات وزيادة المنتجات البترولية اللي حصلت في الشهر اللي قبله فاحنا ولكن احنا ملتزمين كدولة ورؤيتنا وخطاتنا مع البنك المركزي زي ما وعدنا ان ان شاء الله بنهاية خمسة وعشرين هيكون التضخم بازن الله اقل من عشرة في المية فده اللي احنا شغالين عليه كدولة وكل مؤسساتها شغالة على هذا الموضوع والحقيقة يمكن في هذا السياق وتأكيدا لتطبيق سياسة ملكية الدولة والتخارج من الدولة ان هذا الاسبوع ايضا حضراتكم تابعت وشاهد صفقة مهمة من خلال بيع شركة تمويلي مية في المية من اسهمها حصل لاقتلاف استثماري دولي صحيح الصفقة مش كبيرة اوي بحجم الارقام اللي احنا متعودين نسمحها هي بحوالي اكتر من اتنين ونص مليار جنيه مصري ولكن هي رسالة مهما للدولة المصرية مستمرة في تنفيذ السياسة ملكية الدولة وكل المؤشرات الخاصة بهذا الموضوع الحقيقة سيد النائب رئيس الوزراء لوزير الصناعة اعلن في خلال الاسبوعين اللي فاتوا عن اطلاق المرحلة الاولى من منصة مصر الصناعية وده كان شيء مهم جدا لرقمنة المنظومة وتيسير الاجراءات على قطاع الصناعة وايضا على منظومة لموضوع اتاحة الاراضي بغرض التنمية الصناعية وكل دي خطوات الدولة بتقوم بيها في اتجاه تحفيز الصناعة وزيادة الصناعة في خلال الفترة القادمة باذن الله الحقيقة يمكن ايضا وده يمكن انا حابب قبل ما ما سيب الكلمة لزميلي معالي وزير المالية عشان يعلن لحضراتكم بالتفاصيل الحزمة التيسيرات والتسهيلات الضريبية ان انا اعلن ايضا ان احنا شغالين مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على حزمة من التيسيرات والتسهيلات اللي من شأنها تشجع برضو عملية الاستثمار والتجارة الخارجية تحديدا وهنا بتكلم على التصدير والحقيقة احنا وصلين لملامح الجديدة لبرنامج دعم او رد اعباء التصدير وحيبقى ان شاء الله في خلال المؤتمر الصحفي القادم باذن الله او اللي بعده على الاكثر هنعلن ما انا وزميلي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ملامح التفصيلية لهذا البرنامج المهم اللي ايضا بيتجه ليه ازاي ان احنا نزيد ونشجع عملية التصدير باذن الله في خلال الفترة القادمة ونحقق المستهدفات اللي احنا كلنا محققينها ملف الطاقة وبختتم بكلامي يعني اكيد حضركم بتتابعوا على مدار الاسبوع هناك اكثر من لقاء مع وزير البترول والسيد وزير المالية والسيد وزير الكهرباء وبطمن حضركم هذا الملف احنا ماشيين فيه بمنتهى القوة لتدبير الاحتياجات المالية والحمد لله يعني منذ فصل الصيف واللي وعدنا فيه اتحقق على الارض وان شاء الله في خلال المؤتمر الجاي باذن الله ممكن ان احنا نعلن على حضراتكم اخبار اخرى جيدة جدا في ملف الطاقة واستدامة تدبير المنتجات الطاقة ان شاء الله مش هستبق الاحداث ولكن هتركها للمؤتمر الجاي واسمحولي يمكن ادي بقى الكلمة لمعالي وزير المالية علشان يشرح لحضراتكم بالتفصيل الحزمة التيسيرات والتسهيلات الضريبية وهذه الحزمة بمنتهى الوضوح كانت تلبية لطلبات قطاع الخاص والحقيقة كان هناك العديد من الشكاوى اللي كانت بتيجي من اسلوب تطبيق الضرائب في مصر وان هناك ما يطلق عليه التقدير الجزافي وعندنا مشاكل وعندنا متأخرات متراكمة وكل ده بيعيق عملية الانطلاق في موضوع التنمية والاستثمار من القطاع الخاص